بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله نحاول نلخص مدد الأدب للصف الثاني السانوي الأزهري زي ما انتم عارفين الدرس اللي احنا سنتر ماذا بنتكلمه على الترمي الأول بنتكلمه على العصر العباسي طبقه في الأول بيقسمني العصر العباسي درس الأول بيقول اتفق البحثون على العصر العباسي اتفقوا على أنه العصر العباسي بيبدأ سنة 132 هجرية واتفقوا كمان أن نهايته 650 هجرية ولكن اللي اختلفوا فيه انه هو تقسيم العصر ليه بقى بسبب طول العصر العباسي ده حوالي خمس كرون حوالي خمسمائة سنة صعوبة ان انت تجمع الاحداث ده كلها والوقوف على الخصاص الفنية لها طب اسموه لايه قال التقسيمة مسلا اسموه الى اربع عصور عصر عباسي اول بيبدأ من زور الدولة العباسية الى خلافة المتوكل عصر عباسي تاني بيبدأ من المتوكل لحد الدولة البوهية وعصر عباسي التالت بيبدأ من حكم البوهيين طيب لحد كيام الدولة السلازقة العصر عباسي الرابع بيبدأ من دولة السلازقة لحد نهاية ايه العصر طيب الحياة السياسية ليهم بقى ازاي بدأت الدولة العباسية النشرة الدولة العباسية في بلاد فارس وحمل لوقها ابو مسلم الخرصاني طيب بعد كده بعد ما قامت الدولة العباسية على يد ابو العباس طيب اصبح يعني العشر او المية سنة الاولانيين كان عصور قوة بيسموهم دول عصور قوة لان السلطان او الملك العباسي او الخليفة العباسي كان مسيطرة على الحق. بعد كده بعد بعد المية سنة الاولانيين خلاص الدين بدأت تضعف طب ليه? قال لي لان مقالة الامور كان في يد الاطراك طارة وفي يد الفرص طارة ايه? طارة اخر. طب حياة الاجتماعية بقى الكت حكوسة جدا. يعني كانت الحياة الاجتماعية هي مطرفة. بسبب الاموال اللي كانت بتوجبها من اطراف الدولة. طيب كانوا بس كانت الفلوس دي بتروح فين? كانوا بينفوق الاموال دي على مواد الطعام والشراب شراء الغلمان والجواري مجالس الغناء وتعاطي الخمور. بعد كده بيقول لي قامت حركة مناهضة يعني مخالفة للعرب فما هي? قال لي حركة الشعوبين. طيب سبق قيام الحركة دي ايه? قال سبق قيامها ان هي كانت الحركة ردا على تعصب الاموين في العصر اللي كده للعرب. فكاتل اول حركة دي نشأت لبيتنادي اللي احنا عاوزين نسوي بنا في العصر العباسي بقى نبدأ نسوي بين العرب وبين غيرهم من اللي هما غير العرب. وبعد شوية بدأت تقول لا احنا احنا افضل من العرب. طيب الحياة العلمية. اصدارت الحياة العلمية جدا في العصر العباسي. ايه الاسباب اللي قدى الى اصدار الحياة العلمية في العصر العباسي. اول حاجة انتشار حلقات التعليم. انتشار حلقات التعليم في العصر العباسي. وانتشار حلقات التعليم في المساجد. طيب قصة الهباء او العطاء اللي كان اللي بيعطيها الخلفاء. شيوع الجدل والمناظرات. نشاط حركة الترجمة اه عن الفرسية واليونانية. كمان اصدهار اصدهار علوم اللغة اللغة والنحو والرواية والنشاط حركة الترجمة. طب اصدهار الحياة العلمية في العصر العباسي. ان غير العرب اكبر على تعلم لغة العربية. ليه بقى لانه عارف ان مثلا ان اللغة العربية مليئة بالعلوم اللي هو هيحتاجها. فحابب يتعلمه. طيب اه كمان كما نهضت دراسة العلوم الشرعية وبخاصة الفكر. وظهور مئات المؤلفات في التفسير وعلوم. طب ايه هي عوامل اصدهار الشعر في العصر العباسي? قال ليه الشعر اصدهار? قال بسبب اغضاق الشعراء الخلفاء الهبات والعطايا على الشعراء. الخلفاء بيغضوكوا او ملكتر جدا على الشعراء. كمان اتقان الشعراء علوم اللغة. كانوا مهرة في علوم اللغة. اتساع افاق النقد الادبي. اتساع افاق النقد يعني بقى في قدرة على النقد والانتقاد الادبي. تأثر تأثر الشعراء بالحياة العقلية المزدهرة. الشعراء اتأثروا بالحياة العقلية المزدهرة في تلك الفترة. كمان الانتزاق القوي بين العرب وغيرهم. يعني العرب اختلطوا بغيرهم من الناس فده بيساعد على قوة الشعر كان فيه تنافس كمان بين امراء المناطق المختلفة في اكتزاب الشعراء يعني فيه تنافس بين المناطق اللي هي البلاد يعني في انهم يجمع الشعراء في المناطق الموجودين فيها يعني طيب من الاغراض اللي كانت مشهورة اوي في العصر العباسي اللي هو المتح طب ليه قال لان كان الشعر بيمدح طمعا في نوال اللي هو عطاء الخلفاء وكان المتح في الصورة القديمة بيقوم على عفة والشجاعة والقرب وجر العباسيين بقى دخلوا عليها ايه اغراض حاجات جديدة زي مسلا حفاظ على الدين والتقو طيب الرساء الرساء كان موجود في العصر ايه العصر العباسي وكان بيدوم على بيقوم على رساء القادة الخلفاء الزعماء طيب كان بيتكلم على ايه كان بيتكلم على تمجيل البطولة الشهادة طيب وظهر اغراض مثلا زي رساء المدن بغداد لما حصل مثلا خلاف بين الامين والمأمون رساء الحيوانات الاليفة آآ لساء مثلا متأكد الشخصية دي حاجات بدأت تظهر ليه فيه غرض الرساءة طيب طب تعالي الكلام عن الغزل بقى الغزل انتشر برضه ايه اسباب انتشار الغزل قال لي بسبب انتشار الجناء والجواري والجلماء جنح بعض الشعراء من العفة الى المجون يعني بدأوا يتكلموا بصورة مش كويسة وعن العزرية الحسية وارجعوا ليه ايه اغراض يعني طريقة الجالين في كتابه طب ليه انتشر انتشر ليه الغزل قال بسبب انتشار الخمر تاني في العصر العباسي فكانت هناك تدور تقصف تصقد يعني تضرفها الكؤوس خلاص وتغني فيها الجواري فده بيرجحهم لأغراض الجالين من غزل او غير طيب فيه غرض ظهر جديد اسمه غرض الزهر طبيعي لازم لكل فعل رد فعل قابلت صفة الزهر صفة المجون والزندق فكل فعل له رد فعل ومن ثم امتلأت المساجد بالوعاز والمحدثين طيب اين من الذي استقدم هذا الغرض وما تستعبسه قال العباسيون عندما صغوا بعض القصص والمعارف القديمة في صوب شعل الهجاء بقى الهجاء هو ادالة تقارع الخلاف عند التخاصف طيب بس وصل العباسي الى ان هما يوصلوا الى حضيد الفحش يعني ايه اتكلم بصورة وحشة جدا طيب اه بعد كده برضو من الاغراض اللي كانت موجودة اللي هي الشعر السياسي خلاف الامويه العباسيين على يعني اما كانوا ايه بيختلفوا على الخلافة خلاف اللي كان نشع على الخلافة بينهم وبين اللي هما اللي بيسموهم اللي هما الناس اللي هما الشيع او انصر الشيع واللي هما لسه بواقل الامويه طيب بقول لك ايه عايش العباسيون في الصراع مرير بين مع ابناء عم الموتهم اللي هما العلويين اللي هما الشيع كيف انعقصت ذلك على الشيع قال حيث انهم كانوا يرون انهم اولى بالخلافة طب بيسألهم ليه قال لاننا ابناء فاطمة والعباسيين يرون انهم اقرب الى النبي صلى الله عليه قال لانهم ابناء العباس ابن عبد المطالب عام النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى دول شايفين انهم اولى الخلافة اللي هما العلويين عشان هما انصر سيدنا عليه وانهم ابناء فاطمة طيب اما العباسين بقول لأ احنا اقرب لرصوص عسلم لان ابناء العام هما اولى بالمراس من ابناء البنت طب اهم خصوص الشعر في العصر العباسي قال لي رقم واحدة يتكلم على بقاء الاغراض التقليدية بقت الاغراض التقليدية موجودة في العصر العباسي لان تحس ان الاغراض دي لصيقة بالانسان يعني صعب انها تغير فلا يخلو مثلا ايه يعني المتح اكيد طبعا لا يخلو عصر من صديق تمتح او الهجاء موجود او عدقه تهجوه او مية ترسيه او حبيت غزل فالاغراض التفضل زي ما هي بس تطورت شوية بدأ مثلا يخش في الغزل حاجة اسمها الغزل بالمذكر وده بسبب قصة الغلمان وفي قصور ودور الوجهاء وبدأ يخش في الرساء اللي هو رساء المدن اللي هي اللي ما اصاب المدن من خراب مثلا زي بغداد في مساء عهد الامين والمأمون طيب فيه الشعر الصوف اللي كان نرد فعل الشعر الخلاعة والزندقة اللي كان موجود فيه نظم العلوم والفنون زي مثلا تنظيم اللي هي يعمل مثلا الفية زي الفية ابن مالك كده يعمل النحو في صورة الفية فيه الدعوة الوحدة الموضوعية يعني انه قبل لك بدلا ما قلنا بنكتب القصيدة بتتكلم في موضوع كتير نكتبها كلها في موضوع واحد فيه ظهر الدعوات زي دعوة ابو نواس اللي قال لك بدلا ما نبدأ بالبقاء على الاطلال نبدأ بشرب الخمر يعني تحس انه فيه تطوير شوية يعني من حيث بقى الالفاظ قال لي من حيث الالفاظ طبعا من البعيد جدا اللغة صعب جدا هو انبرح كنا في العصر صدر الاسلام وبعد كاء عصر امو وبعد كاء عصر عباسي فصعب جدا انك تقيه انك هتغير اللغة ازاي فمن البعيد ان تتغير لغة الشعر كلية من عصر العصر طب ليه لان اللغة العربية هي لغة ممتدة من العصر الجاهلي لحدها لو بتتكلم لحد يومين ايه يومين هذيب اللغة ما بتتغيرش طيب مهما ظهر الجديد اللي ظهر في الشعر العباسي التغير للطرقة على الحياة العباسية ايه نعكس في الشعر يعني التغيرات بقى اللي هي بتظهر سياسية او اجتماعية او كلام اللي كان لها تأثير كبير جدا على الشعر يعني مثلا اتجهت الفاظ الشعر عموما الى السهول يستعملوا الفاظ ساعة دخلت كاسم لالفاظ الفارسية والرومية يعني مثلا بعد اسام الاطعمة الاشعبة طب بدأت فنون البديع تاخذ شعر يعني بدأت تخش ايه فنون علم البديع بدأت فنون برض دخلت مصطلحات العلوم والفنون في لغة الشعر بخاصة مصطلحات المنطق والفلسفة طب من حيث المعاني اتجه الشعراء من حيث المعاني تطورة بقى تحدث بيجاز عن اهم قصص الشعر في العصر عباس محاس المعاني اول حاجة اتجه الشعراء الى طعمك المعاني وبدأوا يبعدوا عن المبالغة شوية اهتم شعراء او اتجهوا للمجنحوا الى المبالغة يعني اتجهوا للمبالغة اهتم شعراء بالتدليل المنطقي يعني هما ادلة والحاجة يجيب عليها دليل قصر في العصر عباس الاصطعرات الغريبة كمان التأصر بمواجه من القرآني تمام عند الشعراء ان هما لسه على تدينهم المتدينين طب بالنسبة للموسيقى قال حافظه بقى حافظها عليها الشعر في العصر عباسي يعني ما هو ده الموسيقى دي بتتكلم على طريقة الصياغة صياغة الشعر فده مش هيقدر يغير فيه ظل الشعر في العصر عباسي محافظة على صورة الاقاعية التقليدية المتمثلة مثلا في الوزن والايه والقافية الموحدة وحافظة على اللي هي النظم القصيدة التقليدية طب بعد تستجد جملة من الظواهر الموسيقية زي مثلا ايه استقسر الشعراء من الاوزان القصيرة اللي ادي بعارف الكلام ده اللي هي الشعر المجزوء او كده استفادت المقطوعات الشعرية يعني اللي هو يكتب بيت او بيتين او تلاتة طيب ابتكر عادة من الشعراء صور جديدة من الاوزان ده مثلا غير اللي كان واضحها الخليب نحمد الفراهين ظهرت بوادر التمرض على القافية يعني بدل ما معتش هيكتب في قافية موحدة التراجم بقى انت عارف ان هي ادبي اول ترجمة ترجمة بشار ابن برد هو بشار ابن برد ابن رجوخ العقلي قنيت ابو معاز للقلبة المراعص عشان كان بلبس قرطن حلق في وزنه ولستة وتسعين هجرية من بلاد هو من بلاد فارس حيث كده من سبي اللي همه اسرى المهلب ابن ابي صفرة كان من فحول الشعراء ومن سبكهم المجادين برز في غرض الهجاء يعني كان معروف جدا في الهجاء وتوفق التهمة بالزندقة وضرب الصياط حتى مات سنة مية تمانية وستين هجرية البحطري هو ابو عبادة الوليد ابن عبادة الطائي ولد بنحية منبج سنة ميتين وستة هجرية التقى بابي تمام وتتلمز على يده في الشعر وكان على صلة بالخلفاء العبسين ورحل الى العراق فاتصل بجماعة من الخلفاء وكان يعتبر البحطري احد اهم الشعراء العبسين بل هو احد اضلع المسلس السلاسة اللي كان مشهور جدا لهو المتنبي وابو تمام والبحطري اعاد البحطري للشام واستقار في بلد بلدته اللي هو اتولد فيها منبج ومات سنة ميتين واربعة ترمين ابي العلاق المعري ابي العلاق هو احمد ابن عبدالله ابن سلمان التنوخي كونيت ابو علاء ولد في معارض النعمان وهي بلدة موجودة بين حلب وحمان حياته العلمية تربى ابي العلاق في بيت علم وفق ورزقه الله ذكره سبحانه وتعالى رزقه ذاكره وعية جدا جاله خبر وفاة والدته تمام هو في العراق سنة ربعمية هجرية فعاد الى بلدته ولزم داره ولم يخرج منها قرابة حوالي 50 سماء الا مرة واحدة وما كانش بيقل لحم ولا يشرب لمن ولقبه براهين المحبوسين ومن اعماله سقط الزند لزوم ما يلزم وتوفيه 449 هجرية الدرس ده علمه ادبي بقى اللي هو النس في العصر الجيل كده كده التراجم هي اللي تبقى ادبي بس ومش كلها طيب يتمازل الناس الجيلة على الشعب يتمازل الناس قصدي اسف الناس في العصر عباسي يتمازل الناس في العصر عباسي عن الشعب الناس هو ايه الجناح التاني للأدف تمام فيتماز عمتا بيخلوه من الكهود الوزن والقافية وبيشترك مع الشرف المحافظة على سامة العباسي مغلاته كتير جدا خطابة مواعز ورسائل ومقامات تعالى نبدأ بالخطابة الخطابة اصدار في العصر الجهلي وعصر الاسلام وعصر اموي بس يتعتبر في العصر عباسي بلجت اوج اصدهارة يعني تلعت اوي اصدارت اوي ايه الاسباب بقى الاسباب ان الخلفاء هم اللي كانوا بيتولوا الخطابة بنفسهم تمام طيب زي مثلا عندك خطبة المأمون في عيد الفطر ماسك ايه كانوا خطباء فصحاء فيمسل خطابة بسيق وكمان من الاسباب اصدارة شدة الصراع بين العلويين والعباسيين ان العصر عباسي حفل بعدد من خطباء المبرزين ظهور الفرق الكلامية اللي ضار بينهم جدل جرأت الزراضيقة على الطعن في الاسلام طيب مات ضعفة الخطابة ضعفة الخطابة في العصر العباسي التين والسبب فيه ضعف الملكات قلة الخطباء المتمكنين تفتت الدولة العباسية لبعد انفصال عدد كبير جدا من الاقاليم وكمان استقصار العجم اللي هم الفرسة او الترك بمقاليد ايه الامور ترجمة ابن نباتة علمي وادبي ابن نباتة هو ابو يحيى عبد الرحمن ابن محمد ابن اسماعيل تولد تلتمائي خمسة تلاتين سكن حلب وكان الخطيب بتاعه واجتمع بالمتنبي في خدم السايف الدولة يعني هو المتنبي كان يعني هو الخطيب بتاعه والمتنبي كان الشاعر كان طقيا صالحا فصيحا مفوهان وتوفيه اه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو وهو مسلا له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويقصب بقى ان رسول الله سلم تفلى في فمه واستيقظه وبقى ايه في على وجه رايحة المسك وبعدها اه لم يشتهت عامل وتوفيه بعدها بفترة زيارة هو دولار الاربعين ما حصلش اربعين سنة. الكتابة كان فيه عدة عوامل ادت الى الظهر الكتابة منها تسعة الدولة وتعادل دواوين الحكومة التنفس الشديد بين الكتاب للوصول الى وظافة الحكومة الكتابية وان كسر من قطر الدولة كانوا يحسنان الكتابة. تمام التوسع مثلا في نقل الادابة الفرسية وظهور مؤلفات متخصصة في مجال الناس والظهار الحياة العقلية. مثلا مجالات الكتاب بقى فيه الكتابة الدوانية الرسالة الدوانية يعني هي التي تصدر في دوان الخليفة وتعاليج العهود والمواصيك والمنشورات اللي تقل على الشعب. وكان بيكتبها كتاب بارزين مثل يحيى البرمكي مثلا. الرسالة اخوانية. ايه الرسالة اخوانية هي بتدول بين الاصدقاء في مبينهم. يت هنا بمولود او بعيد او بالشفاء. او اتعزيها فوات حبيب. ابرز كتابها ابو بكر الخوارز. التوقعات. التوقعات دي هي عبارة عن ايه? عبارة عن كلمات قصيرة بيكتبها الخليفة او الوزير او القائد في اخر المكتوب بتاعه. تمام? في الكتابة العلمية. الكتابة العلمية هي اللي هي بتظهر بها في في كتابات مثلا متخصصة في العلوم. زي مثلا علوم الشرعية. حديث وتفسير وفكرة. علوم اللغة نحو صرف وآدب ونقض وبلاغة. او المجالات العلمية زي تاريخ ومنطق وفلسفة. تتمسم عماتا بالدقة والوضوح والبعد عن المجاز. ودائما بتخاطب العقل. ابرز الكتاب في العص ده. اللي هو كتاب البيان وتبين القاحز. ترجمة القاحز علم وآدبي. هو ابو عثمان ابن عمر بن بحري ابن حبوب الكناني. لقب بالقاحز لجوحوز عينها. العينه كان ظهر شوية. كان طالع عبره شوية. ولده مية وخمسين هجرية بالبصرة. اخذ العلم في البصرة عن شيوخ العلم والادب. طلب القاحز اللي عمل في دوان الرسال بس في الخلفة المأمون وما عاش شغل ثلاثة ايام ومشي. كمان الواسك جابه عشان يعلم ابنائه ولكن استبشع منظره. فصرفه. ماشي. اللفة الجاحز عدد كبير جدا من الكتب. منها الحيوان والبيانة والتبين. وتوفيها بالبصرة امتين وخمسة وخمسين هجرية. يعني عن بضع وتسعين سنة. يعني وصل لحوالي حاجة وتسعين سنة. فان المقامات. ايه المقامات? المقامة الاول كان بتطلق على المكان. جاء من كلمة قومة. طيب بتطلق على المجلس الذي يجتمع فيه القومة. او على الجماعة اللي بيتكلمه في مجلس او. وبعد كده اطلقت على الجماعة واو على الجماعة اللي بيدموهم مجلس. شوية وبدأت تطلق على الكلام اللي بيدوره على المجلس. يبقى في الاول كان المكان. بعد كده الجماعة او المجامعة اللي بيتجمعوا في مجلس واحد. وشوية وتغيرت خالص بعد تطلق على الكلام اللي بيتقال في المجلس. اصلاحني يا قصة قصيرة يضحى كاتب ما يشأ من فكرة ادبية او فلسفية. ومبتكر اذا الفن اختلفوا فيه. فقال بعضه ان هو العالم اللغوي ابو بكر محمد بن الحسين بن الحسن بن الدريب. والصواب ان هو بداية الزمان الهمزان. طب ايه اللي ادى للظهور هزيه? يعني ايه الحاجة اللي اتخذ ليه? نشأت يعني ادت لظهور فن المقامات. قال كتا انتشرت ظاهرة اسمها التسول. التسول في العصر عباسي اللي احتراف المهنة مجموعة من الناس سموه نفسهم السياسينية. طيب بناء المقام بيقوم على ايه? على هيئة قصة قصيرة وبيعمل قصة كده. اه وكل قصة لها راول. زي مثلا بيسميه زي عيسى بنشاء مثلا. وبطل زي مثلا ابي الفتح السكنداري. طب بتقوم اسلوب المقامة على ايه? بيقوم اسلوبها على ان هو بيردد سجع على السجع وحجد عدد كبير من المحسنات الايه? البداية. طب ايه هي القيمة العلمية للمقامات بقى? ايه فايدتك? قال بترسم صورة العصر بكل ابعاده. السياسية والاجتماعية والثقافية. كمان احياء عدد كبير من مفردات اللغة واسليم. زع سيطها في الادب. يعني بدأت مشهورة جدا في الادب. كمان تعتبر هي حلقة مهمة لما نجي نتكلم في تالتة سنة وعن تطور الفن القصص. يعني هي بداية كده للفن الايه? القصص. كمان اسراء الادب. يعني مال الادب. العربي بنتاج جمي مقامة بها ادباء مبدعة. طيب. الترجمة بداية الزمان الهمزان اللي هو واضع المقامات. مهمة اوي وهي علمي وادب. هو بديع ابو الفضل احمد ابن الحسين ابن يحيى الهمدان. لكبه ببداية الزمان. اتولد في همدان في بلاد فارس. اه اخزها بداية الزمان عن علماء عصره ومن هو من ابرزه من حسن احمد ابن فارس. ترك بداية الزمان ديوان شعر ورسائل ومقامات وكلها في الادب الانشاء. وتوفيها في غوراه بافغانستان عام تلتمية تمانية وتسعين هجرية. تعالي اتكلم على الناس الجاية. الناس اللي تريد تركيب الاسلوب. قص الاجتماس من القرآن الكريم والسنة. طيب الاستطراض يعني التطويل بعرض المعنى في اكتر منصور. تقسيم الاسلوب الى فقرات. ترتيب الافقار ترتيبا منطقية. يعني بيحاول يعرض فيه المقدمات والنتائج. طيب ايه هي ملامح الحياة في العصر بقى المملوك. تعالي الكلام على العصر المملوك بقى. كده العصر عباسي خرص. نبدأ بالعصر المملوك. الحياة سياسة في العصر المملوك. يبدأ از عصر المملوك اول واحد بدأ يجيب مماليك هو ازا ما احنا عارفين الملك الصالح نجم الدين ايوك. ان هو كان من صلاطيل ايوبيا. استعانى بعدد كبير جدا من الرقيق ودربهم تدريب عسكري. اشترى عدد كبير جدا من العبيد. وبدأ يدربهم تدريب عسكري عشان يستعاني بدون في الحروب. طيب بعدها مات مين نجم الدين وتولت زوجته لشجر الدم. بعد ما قتل بعد ما قتلت مين توران شاه صارت الامور اليه. طيب بدأت الدولة المملوكية. انقر الخليفة العباسي تولات امرأة. يعني هي مسكت مسكت الحق بعد ما تقتل مين توران شاه. فالخليفة العباسي انقر ان امرأة تتولى الحق. طيب تنزلت بعد ثمانين يوم من حكم مصر الصالح مين? زوجها الجديد اللي هو عز الدين ايباك ومن هنا بتبدأ الدولة المملوكية. طيب مسمايتها بقى. فيه ناس سمت الدولة العصر المملوكي الاول بدولة الاطراق. ليه? لان معظم مليك كان اللي كانوا من تركيا. وبعصر المملكي البحرية ليه كانوا بسكنوا في جزيرة الروضة. العصر المملوكي الاول ده استمر حوالي مية وتتاتين سنة. اشهر المملك بتوع قطس بيبرس قلوون وابن الملك الاشرف خليف. العصر المملوكي التاني سميه بدولة الشراكسة ليه? لان معظمهم المملك كانوا بقص شراكسي. وبعصر المملكة البرجية كانوا بليه لانهم كانوا مسكنوا في ابراج القلع. امتدى لحوالي مية واربعين سنة. اشهر المملكه اللي هو قايد باي. اتصم عصر المملك عمتا بايه? بقصة الدزائس والمؤمرات. طيب ميز سلاطين المملك بتشجحهم للعلم تميزوا كده. وكان لهم دور كبير جدا في حماية بلاد الشام من اطمع المملوك الملك التاتري تيمور لان. طيب كيف انتهت الدولة المملكية? انتهت الدولة المملكية بعد عزمتهم امام جوائش الدولة العثمانية في معركة مرج دابك سنة تسعمية اتنين وعشرين هجري. حياتهم الاجتماعية بقى. الحياة الاجتماعية للعصر المملكي قصر كان معروف العصر المملكي بقصة الفتن والصورات الداخلية. ليه? لان المملكة كانوا بيتسرعوا على الحق. قصة حدوث الكوارث الطبيعية يعني اللي اللي كلفت الدولة فترة حاجات كتر جدا. تعميم نظام الاقطاع اللي هو بيقسم الارض الزراعية عليهم عن المملكة. اهتمام المملكة بانشاء الخنقهات اللي هي دور بقى ايه? اللي هي اه بقى اكله وشربه وكلامه. كمان ادى اكتشاف البرتغالين لطريق رأس الرجاء الصالح انه مصت حرمت من اهم مصادر الداخل. كمان اهتمام المملكة بالعمارة زي جامع الظاهر بيبرس. الحياة العلمية بقى في العصر المملوك. طيب تحدث باجازة عن اسباب اصدهار الحياة العلمية في العصر المملوك. اولا اصدار جدا التعليم في العصر المملوكي بسبب الاهتمام بالتعليم والانفاق على على المدارس بسخاء. نهود العلماء لحفظ ما باقية من تراصة ايه? العلمي بعد كرسة بغدال اللي يعني العلماء جوم مصر. وفد عدد كبير جدا من من آآ آآ عدد كمان من العلماء الى مصر سواء من الشركة او الغرب. تعدادت مراكز العلم والثقافة في العصر في مصر والشام. برزت اسماء كبيرة جدا من العلماء. واصدار التأليف في كافة العلوم سواء اللغوية او الشرعية. في نفس الوقت ضعف الادب برضو في بغداد. ايه اسباب ضعف الادب في العراء? قال استلاء التطار على بغداد عاصمة الخلافة العباسية. كمان اتلاف الكتب اللي كانت مالية مكتبات بغداد. قتل العلماء والادباء والمرابين اللي كانوا موجودين في المدارس سيناي. هجرت منبقي العلماء في تلك المناطق فرارا من تجيان الايه? الطيب. طيب دول جنب فين? جنب مصر. ايه اسباب اصدار الادب في مصر والشامباء? قال اه نهضة الامة السياسية العسكرية. ووجود عدد كبير جدا من الادباء الفرين من بغداد في من المشرك ومن الاندلس برض. استمرار اللغة العربية لغة رسمية للبلاد. طيب قصد الادباء النبيين واشتداد التنافس بين الادباء ليس من اجل الوصول الى اعطاء السلطان ولكن عشان يفوزوا بحاجة اسمها المبارات الادبية اللي كانت بتعقب بينه. طيب. النسر بقى اعلى شوي. علل رجحت كفة النسر عن الشعر في العصر المملوك. بسبب انصراف الادباء الى التأليف والعمل في دوان الانشاء. العمل في وظافة التدريس والقضاء مما يوفر لهم حياة كريمة. افضل من الشعر. لماذا مدح الشعراء القادة آآ والملوك في العصر المملوكي وبانتزج هذا المتن. طيب. في العصر المملوكي بدأوا يمدحوا القادة تقديرا لجهدهم في الدفاع عن الامة امام السلبيين ويمتزح امتزج بالفقر والحماسة. من حاجاته من الفنون اللي ظهرت في العصر ده اللي هي المدائح النبوية. طيب ليه ايه اسباب زور المدائح النبوية ان الناس عانوا من ويلات التطار والسلبيين. شعور الناس بانهم لا حول لهم ولا قوة. امام قصوة الايه? التطار. كانت المدائح النبوية للرد على رسائل بسقها السلبيين للتشكيك في الدين وزم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب ايه الاوصف اللي قدمها العصر المملوكي للبشر? اه في وابرز اه شعراء هذا الغرض. اللي هو الوصف يعني. قدموا اوصفاً انسانية عدد البشر سواء اصحاب العهاد او غير. وصفوا الحيوانات الاليفة. وصفوا مناظر الطبيعة. يعني كالعص الجاهلي والعص الاموي اللي هم وصفوا كل مواقع تعليه ايه? اعيله. الغزل بقى. اه. الغزل فيما تغزل الشعراء في العصر المملوكي ولماذا? ولماذا كان معظم غزلهم تقليديا. افضل الشعراء في العصر المملوكي بالتغزل بالمرأة والمذكر على الزوار. وكان معظم غزلهم تقليديا للغزل في العصر العباسي. ابرز خصائص آآ آآ المصريين سواء قديما او حديثا السخرية والتهاكم. يعني مثلا كانت بتقوموا يعني انا سأقول لك ايه من المصريين دايما بتقوموا على الفكاهة يعني. ابرز خصائص مصريين قديما وحديثة نزعة الفكاهة اللي هي مليئة بالايه بالسخرية. طيب من ابرز وتعد من ابرز خصائصهم وقد تغلال غلال يعني امتلأت او تغلالت هذه النزعة في الوجدان المصري بسبب ما الم بهم من نصائب ونكبات على مر التاريخ وقصت ما عانت الطبقة القاضحة من ظلم الحكام. في العصر المملوك بقى قسم المجتمع الى طبقتين. طبقة الاسرياء وطبقة عامة الشعب. الاسرياء دول اللي هما السلاطين والامراء والقضاء والقداء. ودول بيملكوا كل الارض الزراعي. وكانوا يصدرون بيصدروا ما يشاءوا من اموال العام. طبقة عامة الشعب اللي عانوا منشظة في العايش. مفيش بقى. ليه بقى? ضعف في العايش وفي الحياة. بسبب ما قصر من الفتن والنزاعات. وما حقب الامة من نكبات نتيجة الاوباءة. وما فرضاه عليهم السلاطين من ضرابة. طب الرساء بقى. من الاغراض اللي كانت موجودة الرساء ليه. لان نفس البنشرية فطرت على الحزن على فقد الاهل الاحباب. فليس عجيبا انك تجد ان الشعراء من يرسوله حاكما او يرسي حاكم او ميت. ومن سمات هذا الغراض ان الغراض ده هو من اكتر الاغراض بعدها عن التكلف. مفيش فيه تكلف. كان بيميل بالصدق. اهم خصاص الشعب. من الاغراض التي كتبت فيه العصر المملوكي. عصر المداح النبوي. اللي بدغت زروتها في العصر المملوك. فن البداعيات. هي خصائط طويلة. اه فيها متح النبي صلى الله عليه وسلم تضمن كل بيت. بنوع من انواع البداعي. فن خيال الزل. لم يترك الادب صغيرا ولا كبيرا من زوار المجتمع. الا يسجلها. سواء بسخرية او بصورة واضحة. ابرس خصاص الشعر المملوك من حيث الالفاظ. صورة الالفاظ. وضحة. وضحة. وضحة المعان. حتى ان بعض الشعراء انحرف عن الفصحة للعامية. طيب. اصرف حجده في نون البديه. يعني قطر شوية من من التباق والمقابلة وغيره. شعة الالغزو الاحاجي وتحويل القصيدة الى مسلسات ومربعات. اذكر ابرز خصائص العصر. اه خصائص الشعر في العصر المملوك. اول حاجة انطفعت الجزوة العاطفة. ما بقاش فيه احساس بخاصة في العصر المملوك بسبب فطور الحمية للشعر. يعني ما عادش عنده حاجة تجذبه للشعر. هدأت العصبيات اللي كانت وقود للشعر. تمام? ومال الشعراء الى تقليد الكتماء. اه ترجمة الامام البصيري وهي علمه ادفي. اسمه شرف الدين ابو عبدالله بن محمد بن سعد. اتولد في بصير ووكيلة في قرية امه اللي هي دلاص. حفظ القرآن الكريم في قريته ثم انتقل بعدها الى القرية. اتتلمز على يد عدد كبير جدا من اعلام عصر زي ابو احيان الاندلسي وابن سيد الناس. ولو هلامية في الرد على اليهود والنصارى اسمها المخرج المردود في الرد على النصارى واليهود. اشتغر الامام البصيري بمتح النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيه في البصير بالاسكندرية سنة 695 هجرين. طيب ابن نباتة ترجمة تبقى ادبي بس. هو جمال الدين ابو بقر محمد ابن محمد ابن الحسن الجزامي مولده في ربيع الاول 686 هجرين. نشأته اخذ العلم عن عدد من العلماء عصره. ورحل من مصر بسبب اه من مصر بسبب معاناته من الفقر وذهب الى دمشق. آه ليعيش في ظل الملك المؤيد الذي كان عالما بمقربا للعلماء مقربا للعلماء والادباء. مدح آآ مدح مدح المؤيد في اربعين قصيدة. تعرف بالمؤيدات ثم عاش في ظل والده الملك الافضل ولما انتهى ملك هذه الاسرة الايوبية في حلب رحل الى دمشق. وبعد كده رجع مصر ويعيش في كنف السلطان حسن آآ ابن قلوان اللي اقرم. مات آآ آآ ابن نباتة في سنة سبعمائة تمانية وستين هجرين. ابن الوردي. هو زين الدين ترجمة الاخيرة زين الدين ابو حافص عمر بن مظفر. ابن عمر الوردي الشفاية. ولد في معارض النعمان غرب حلب ستو محت ستين تاع واحد وتسعين هجرين. نشأة نشأة اخذ العلم عن خيرة علماء عصره. وتولى قضاء حلب ثم قضاء منطقة منبات. ترك ابن الوردي عدد كبير جدا من مصنفات. نظم البهجة الوردية في الفقر. شرح هلفية ابن مالك. بالاضافة لدوان شعر وعدد من مقامات زي ما قامة في الطعون العام. وتوفي ابن الوردي في السابع عشر منز الحجة سنة سبعمائة تسعة واربعين هجرين. بكده يبقى حاولت كده جمعلك اللي هو الادب للصف الثاني السانوي الازهري. حاولت تسمع الفيديو مرة واتنين وتلاتة. بحيث انك تجمع فكرة على الادب. وسأل ادب ان شاء الله هيجوا مباشر. اسمع كده. وحاول تجمع افقار. وتسمع يعني اسمع الاسئلة. واسف على السرعة. وحاول انك تجمع فكرة من الفيديو. وربنا سحالكم وتوفي.